هل يجوز متابعة المنجمين للتسلية؟ المنجم يا إخواني كذاب نحن نعم الذين يطلعون في النجوم ويستدلون بحوادث النجوم على الحوادث الأرضية هؤلاء كذابون لا يجوز نصديقهم والإنسان الذي يعمل عمل يعني يبغضه الله ويحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم لا يجوز أن نتسلى به لأن المؤمن يا إخواني يرضى بالطاعة ويحب الطاعة ويستأنس بالطاعة ويبغض المعصية أما الواحد يتسلى على المعصية لا يجوز ولذلك نقول لإخواننا وخواتنا اللي يتابعون الآن المنجمين ودائما يتسلمون هذا لا يجوز والمنجم هذا الخراص الكذاب هذا لا يجوز أن تتابعه ولا أن تعطيه جزءا من وقتك وأنت تعلم أن الله تعالى لا يحب عمله لا